الشباب او الناس المصريين هم المشكلة السيسي انه بينسى ان الناس بقى عندها فيسبوك وتويتر وتقدت الناس خلاص تعلمت فالناس عملت ايه على الفيسبوك؟ عملت الطريقة المسلة لكيفية زيادة الاسعار ايه بقى الخطة؟ كان زمان فيه خطة نهجم نرجع على طول دي خطة مسعد الجص في لعبة الكرة نهجم بالفريق كله ونرجع بالفريق كله وطبعا دي خطة فاشلة لكن فيه خطة كتيرة جدا منها خطة الدولة او النظام العسكري المصري من ايام عبد الناصر الخطة كلاتي حسب ما نشروها الشباب على الفيس بتقولي بقى كيفية رفع الاسعار على طريقة الحكومة طريقة التحضير تخرج صحيفة واحدة تابعة النظام لتعلن عن ارتفاع اسعار السلع خلال ساعات صحيفة تانية تطلع تنفي الخبر مستندة الى مصدر مسؤول ينتشر الخبر في كل مكان عشان يكون حديث الشارع بعد مرور اسبوع تعاد نفس الدورة السابقة مع مرعات ان يخرج مسؤول ينفي بنفسه هزي المر اسبوع تاني يوم السبت مسؤول يؤلن عن ارتفاع السلع لكن ما حددش معادها بعد يوم الخميس عاجل رسميا ارتفاع اسعار السلع يوم الجمعة يخرج مسؤول عشان يبرر زيادة اسعار السلع فيقول انها بتصب في مصلحة المواطن خلاص اتفهمته اتفقسته نفس او حد يقول للسيسي وعباس كابل ومحمود ومصطفى ولاد على السيسي الشعب اواعي الشعب كان بياكل من ده زمان خلاص يا جماعة اتعاملوا مع شعب بيعرف يدخل على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى المواقع العالمية وبعدين شافت منكوا كتير على رأي المثل بيقول يا ما ده اتعرص طبول اتعلموا بقى المشكلة انك انت بتعامل ابدك عارف انت لما يبقى صغير وبعدين يجبر في عينك كده وان يفضل يجبر بس يفضل في عينك صغير فييجي الوادي يقول لك يا بابا هو مين اللي قتل الرئيس الامريكي جون كيندي فانت تقول له عيب لسه صغير على الاسئلة دي مفيش اباحة بابا انا بسألك مين قتل جون كيندي عيب عيب توقف كده قدامي وتوقف كده عيب ثم ايه الاميس اللي انت لابسه ده انتو بتعملوا كده بالزبط الشعب كبر يا عباس يا كامل انت وعفتاح وولادي السيس الاثنين مهم دول متحكين في البلد انتو الاربعة صبت الاربعة معاكم انتصار طبعا بس انتصار بتلعب زهير ايصر انتو الخامسة كده لازم تفهموا الشعب كبر الشعب تعلم والله خلاص با